موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام طلابنا الأعزاء أهلا وسهلا بكم على قناة الأنر والفضائية ضمن سلسلة البرامج التعليمية درسنا لهذا اليوم بعنوان المضلعات سنتناول أحباي الطلاب في هذا الدرس مفهوم المضلعات وكذلك كيفية تسمية المضلعات وأيضا كيف نميز المضلعات المنتظمة من المضلعات غير المنتظمة نبدأ أولا أحباي الطلاب بمفهوم المضلع ما هو المضلع؟ كما تلاحظون أن المضلع هو خط منكسر مغلق مكون من ثلاث قطع مستقيمة فأكثر مرة أخرى المضلع هو خط منكسر مغلق مكون من ثلاث قطع مستقيمة فأكثر وتوضح الأشكال الثلاثة التالية مضلعات لاحظوا أن هذه الأشكال هي مضلعات لماذا أحباي الطلاب؟ لأن ينطبق عليها الشروط الموجودة في التعريف الذي أمامكم وهي خط منكسر مغلق وهذه الأشكال هي عبارة عن خطوط منكسرة مغلقة أيضا المضلع يحتوي أو مكون من ثلاث قطع مستقيمة فأكثر والشكل الأول يحتوي على ثلاث أو هو مكون من ثلاث قطع مستقيمة أما الشكل الثاني فهو مكون من أربع قطع مستقيمة والشكل الأخير مكون من خمس قطع مستقيمة إذن هذه الأشكال حباي الطلاب تسمى مضلعات مرة أخرى لماذا؟ لأنها هي عبارة عن خطوط منكسرة مغلقة مكونة من ثلاث قطع مستقيمة فأكثر وهذه القطع المستقيمة حباي الطلاب تسمى أضلاع المضلع إذن القطع المستقيمة في المضلع نسميها أضلاعا كما تلاحظون في هذه الأشكال الآن دعونا ننتبه إلى مجموعة من الملاحظات على التعريف السابق ولنبدأ أولا بهذه الملاحظة إذا كان الخط المنكسر مفتوحا فالشكل ليس مضلع إذن أحباي الطلاب كما تلاحظون في هذه الأشكال لاحظوا أن هذه الأشكال هي عبارة عن خطوط منكسرة وهي مكونة من ثلاث قطع مستقيمة أو أكثر لكن هذه الأشكال أحباي الطلاب أو الخطوط المنكسرة ليست مغلقة كما هو وارد في التعريف السابق إذن مرة أخرى إذا كان الخط المنكسر مفتوحا فالشكل ليس مضلع وهو كما هو واضح في هذه الأشكال هي عبارة عن خطوط منكسرة لكنها ليست مغلقة هي مفتوحة إذن لا نسمي هذه الأشكال مضلعات رغم أنها مكونة من قطع مستقيمة ملاحظة أخرى إذا كان الشكل فيه ضلع ليس خطا مستقيما فالشكل ليس مضلع مرة أخرى الملاحظة تقول إذا كان الشكل فيه ضلع ليس خطا مستقيما فالشكل ليس مضلع ونوضح ذلك أحباي الطلاب بالأشكال التالية كما تلاحظون أن هذه الأشكال هي عبارة عن خطوط منكسرة مغلقة لكن أحد جوانبها ليس خطا مستقيما أو قطعة مستقيما كما هو واضح في هذا الشكل وأيضا في هذا الشكل إذن لا نسمي هذه الأشكال أحباي الطلاب مضلعات لماذا؟ لأن فيه ضلع ليس خطا مستقيما إذن الشكل ليس مضلع أيضا أحباي الطلاب لاحظوا أن كل ضلعين متتاليين يشتركان بنقطة واحدة تسمى رأس المضلع أيضا والزاوية المحصورة بينهما هي زاوية المضلع دعونا نوضح ذلك أحباي الطلاب لاحظوا رأس المضلع هي النقطة المشتركة بين ضلعين متتاليين في المضلع والزاوية المضلع هي المنطقة المحصورة بين هذين ضلعين المتتاليين إذن مرة أخرى كل ضلعين متتاليين يشتركان بنقطة واحدة تسمى هذه النقطة برأس المضلع والمنطقة المحصورة بين ضلعين المتتاليين تسمى زاوية المضلع لاحظوا هذا الشكل أحباي الطلاب ماذا يسمى لاحظوا أنه خط منكسر مغلق وهو مكون من قطع مستقيم عددها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن هذا الشكل هو عبارة عن خط منكسر مغلق وهو مكون من أكثر من ثلاث قطع مستقيمة إذن ماذا نسميه؟ نعم نسميه مضلع أيضا أحباي الطلاب كما ذكرنا أن كل قطع مستقيمة في هذا المضلع ماذا تسمى؟ نعم أحسنتم تسمى ضلع أيضا النقطة التي تقع بين ضلعين متتاليين في المضلع تسمى رأس والمنطقة المحصورة بين ضلعين متتاليين تسمى ماذا؟ زاوية المضلع كما تلاحظون هذا مضلع مكون من خمسة أضلع وأضلع الخمسة واضحة أمامكم ولديه أيضا خمسة رؤوس وأيضا خمسة زوايا والزاوية زاوية المضلع هي المنطقة المحصورة بين نعم ضلعين متتاليين في المضلع تأملوا الشكل التالي أحباي الطلاب هل يسمى هذا الشكل مضلعا؟ كلا لماذا؟ لاحظوا أنه عبارة عن خط منكسر لكنه مفتوح وليس مغلق إذن هذا الشكل ليس مضلعا لماذا؟ لأنه شكل غير مغلق أيضا تأملوا هذا الشكل هل يسمى هذا الشكل أحباي الطلاب مضلعا؟ لاحظوا أنه هو عبارة عن خط منكسر مغلق لكن أحد جوانبه ليس قطعة مستقيمة إذن لا يمكن أن نسمي هذا الشكل مضلعا؟ لماذا؟ لأن أحد جوانبه ليس قطعة مستقيمة تأملوا أيضا هذا الشكل أحباي الطلاب هل يسمى هذا الشكل مضلعا؟ لاحظوا أنه هو عبارة عن خط منكسر مغلق وهو مكون من قطع مستقيمة إذن يمكن أن نسمي هذا الشكل مضلعا لأنه هو عبارة عن خط منكسر مغلق وهو مكون من عدة قطع مستقيمة أكثر من ثلاث قطع مستقيمة ينطبق عليه تعريف المضلع تعرفنا أحباي الطلاب في هذا الجزء من الدرس على المضلع وقلنا أنه هو عبارة عن خط منكسر مغلق مكون من ثلاث قطع مستقيمة فأكثر كيف نسمي أحباي الطلاب المضلع؟ هذا ما سنعرفه بعد فاصل قصير أهلا وسهلا بكم أحباي الطلاب مرة أخرى دعونا نتعرف إلى طريقة تسمية المضلعات ومع هذا النشاط زارت وفاء مكتب والدها وقد وجدت أنه زين جدار المكتب بلوحات مستوحات من تصاميم زخرفية تعتمد المضلعات في تصميمها لاحظ والدها اهتمامها فرسم على ورقة الجدول الآتي وطلب إليها مل الجدول ساعد وفاء على ذلك لاحظوا أحباي الطلاب الجدول التالي يحتوي على مجموعة من المضلعات ونريد أن نعرف عدد الأضلع وتسمية المضلع وقبل أن نكمل هذا الجدول أحباي الطلاب لا بد أن نتعرف إلى طريقة تسمية المضلع حيث يسمى المضلع بحسب عدد أضلعه إذن لا بد من معرفة عدد الأضلع حتى نعرف أو نكتب تسمية المضلع لاحظوا المضلع الأول مكون من نعم ثلاث قطع مستقيمة إذن عدد أضلعه ثلاثة وبذلك نسمي المضلع مضلع ثلاث كما تلاحظون الشكل الثاني أحباي الطلاب هو عبارة عن مضلع وهو مكون من أربعة أضلع إذن نكتب هنا عدد الأضلع يساوي أربعة وبذلك لعلكم تعرفون اسم المضلع ما هو أحباي الطلاب؟ نعم إنه مضلع رباعي أيضا الشكل الذي يليه أحباي الطلاب هو عبارة عن مضلع وهو مكون من واحد اثنان ثلاثة أربع خمس أضلع إذن عدد الأضلع يساوي خمسة فماذا يسمى هذا المضلع؟ أحسنتم يسمى هذا المضلع مضلعا خماسي أيضا الشكل الأخير أحباي الطلاب كما تلاحظون أنه مضلع وعدد أضلعه واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذن عدد الأضلع هنا يساوي أحباي الطلاب سبعة وبذلك يكون اسم المضلع ماذا؟ نعم أحسنتم يسمى هذا مضلعا سبعي إذن استطعنا أن نعرف اسم كل مضلع من بين هذه المضلعات أحباي الطلاب عن طريق عدد الأضلع إذن مرة أخرى يسمى المضلع بحسب عدد أضلعه كما ورد في هذا الجدول لاحظوا أحباي الطلاب الملاحظة التالية عدد رؤوس المضلع يساوي عدد أضلع المضلع دعونا نتحقق من ذلك على هذا المضلع لاحظوا أحباي الطلاب أن هذا المضلع واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة يسمى مضلعا خماسي ونريد هنا أن نعرف هل عدد رؤوس المضلع تساوي عدد أضلع المضلع أحباي الطلاب كما ذكرنا أن عدد أضلع المضلع الخماسي هنا هي خمسة أضلع فكم عدد رؤوس المضلع لاحظوا عدد الرؤوس واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن في هذا المضلع أحباي الطلاب عدد رؤوس المضلع يساوي عدد أضلع المضلع وهذا ينطبق على جميع المضلعات حيث أن عدد الرؤوس المضلع يساوي عدد أضلع المضلع أيضا ملاحظة أخرى حباي الطلاب عدد رؤوس المضلع تساوي عدد زوايا المضلع وكما ذكرنا سابقا أن عدد رؤوس المضلع الذي أمامكم هي خمسة رؤوس فكم عدد زوايا لاحظوا أنه يحتوي على زاوية هنا وزاوية هنا وزاوية هنا وأيضا زاوية هنا وزاوية هنا فكم عدد زوايا المضلع الخماسي الذي رؤوسه خمسة هنا حباي الطلاب واحد اثنان ثلاثة أربع خمس زوايا إذن كما ذكرنا عدد رؤوس المضلع تساوي عدد زوايا المضلع وهذا ينطبق على جميع المضلعات الآن مع هذا التمرين أحبائي الطلاب واذكر اسم كل مضلع فيما يأتي وإذا لم يكن الشكل مضلعا اذكر السبب لاحظوا هذا الشكل أحبائي الطلاب هل يسمى هذا الشكل مضلع؟ نعم يسمى هذا الشكل مضلع لماذا؟ لأنه هو عبارة عن خط منكسر مغلق وهو مكون من قطع مستقيمة وهي أكثر من ثلاثة إذن يسمى هذا الشكل أحبائي الطلاب مضلع عشاري لماذا؟ لأن عدد أضلعه عشرة أضلع إذا قمنا بعدها إذن يسمى هذا المضلع مضلع عشاري لماذا؟ لأنه عبارة عن خط منكسر مغلق مكون من عشر قطع مستقيمة تسمى أضلع هذا المضلع أيضا لاحظوا هذا الشكل أحبائي الطلاب هل يسمى هذا الشكل مضلع؟ كما تلاحظون أنه هو خط منكسر مغلق وهو مكون من عدة قطع مستقيمة دعونا نعدها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن هذا الشكل يسمى مضلع وهو مضلع ثماني لماذا؟ لأن به ثمانية أضلع أيضا تأملوا هذا الشكل أحبائي الطلاب هل يسمى هذا الشكل مضلع؟ لاحظوا أنه هو عبارة عن خط منكسر مغلق لكن أحد جوانبه ليست خطا مستقيمة أو قطعة مستقيمة إذن ليس مضلع إذن هذا الشكل ليس مضلع لأن أحد جوانبه ليس قطعة مستقيمة تأملوا هذا الشكل أحبائي الطلاب هل هذا الشكل يسمى مضلع؟ لاحظوا أن هذا الشكل هو عبارة عن خط منكسر لكنه ليس مغلق إذن أحبائي الطلاب هذا الشكل ليس مضلعا لأنه شكل غير مغلق كما ذكرنا أيضا تأملوا هذا الشكل أحبائي الطلاب هل هذا الشكل يسمى مضلع؟ كما تلاحظون أنه عبارة عن خط منكسر مغلق وهو مكون من عدة قطع مستقيم عددها 1, 2, 3, 4, 5, 6 إذن نسمي هذا الشكل مضلعا سداسي بعد أن تعرفنا أحبائي الطلاب إلى طريقة تسمية المضلعات ما هي المضلعات المنتظمة؟ هذا ما سنعرفه بعد فاصل قصير أهلا وسهلا بكم أحبائي الطلاب مرة أخرى دعونا نتعرف إلى المضلعات المنتظمة ومع المثال التالي المضلع المنتظم هو كل مضلع تساوت أطوال أضلعه وقياسات زواياه كما هو واضح في الشكل الذي أمامكم إذن من تعريف المضلع المنتظم هو كل مضلع تساوت أطوال أضلعه وقياسات زواياه ولاحظوا المضلع الذي أمامكم أحبائي الطلاب أن أطوال أضلعه متساوية وأيضا قياسات زواياه متساوية كما تلاحظون إذن يمكن أن نسمي هذا المضلع بمضلع منتظم حيث أن لدينا شرطان هناكي نسمي هذا المضلع مضلعا منتظما إذن كما هو واضح في تعريف المضلع أحبائي الطلاب يجب أن يتوفر لدينا شرطان حتى يكون المضلع منتظم الشرط الأول أن تتساوى أطوال أضلعه والشرط الثاني أحبائي الطلاب أن تتساوى قياسات زواياه وهو كما هو واضح في هذا المضلع الآن دعونا نعرض مجموعة من الأمثلة على المضلع المتظم لاحظوا المضلع الذي أمامكم أحبائي الطلاب هو مضلع واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة هو مضلع خماسي لاحظوا هنا أحبائي الطلاب أن قياسات زواياه متساوية وأيضا أطوال أضلعه متساوية إذن نسمي هذا المضلع مضلع منتظم وهو خماسي إذن يسمى مخمس إذن المضلع الخماسي المنتظم يسمى مخمس أيضا تأملوا هذا المضلع هو مضلع سداسي لاحظوا هنا أحبائي الطلاب أن قياسات الزواياه متساوية وكذلك أطوال أضلعه متساوية إذن هو مضلع سداسي منتظم وبذلك يسمى مسدس أيضا لاحظوا هذا المضلع أحبائي الطلاب لاحظوا أن عدد أضلعه واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذن هو مضلع سباعي لكن لاحظوا هنا أن قياسات زواياه متساوية وكذلك أطوال أضلعه متساوية إذن يسمى هذا المضلع السباعي المنتظم بالمسبع أيضا لاحظوا هذا الشكل أحبائي الطلاب هو مضلع ثماني مكون من ثمانيات أضلع ولاحظوا أن قياسات زواياه متساوية وكذلك أطوال أضلعه متساوية إذن نسمي هذا المضلع الثماني المنتظم بالمثم تعرفنا على مجموعة من الأمثلة على المضلعات المنتظمة دعونا الآن أحبائي الطلاب ننتقل إلى مجموعة من التمارين على المضلع المنتظم ومع هذا التمريد سمي المضلعات الآتية ثم حدد أهي منتظمة أم غير منتظمة مبينا السبب كما تلاحظون أحبائي الطلاب أن هذا الشكل الذي أمامكم هو مربع أضلعه متساوية وقياسات زواياه متساوية وهي قائمة إذن لاحظوا أن هذا الشكل مربع وبذلك هو مضلع منتظم لماذا؟ لأن أطوال أضلعه متساوية وكذلك قياسات زواياه متساوية زواياه قائمة إذن قياس كل زاوية منه هي 90 درجة إذن مرة أخرى المربع هو مضلع منتظم لأنه تساوت أطوال أضلعه وقياسات زواياه أيضا أحبائي الطلاب تأملوا هذا الشكل هل هذا الشكل أحبائي الطلاب يعتبر مضلعا منتظما لاحظوا أن هذا الشكل يمثل المستطيل والمستطيل فيه كل ظلعين متقابلتين متساويتان ويوجد لدينا هنا ظلعين غير متساويتين في هذا المستطيل إذن هذا الشكل لا يمكن أن يكون مضلعا منتظما إذن هذا الشكل مستطيل وهو مضلع رباعي غير منتظم لأن فيه ضلعين غير متساويعين كما تلاحظون أمامكم دعونا نتأمل هذا المثال قال باسم الشكل المجاور هو مخمس لأن جميع أضلعه متساوية الطول هل هذه العبارة صحيحة ولماذا؟ لاحظوا أحبائي الطلاب أن هذا المضلع زوايا أو قياسات زوايا غير متساوية به زوايا قائمة وأخرى منفرجة وأخرى حادة إذن العبارة هنا أحبائي الطلاب ليست صحيحة لماذا؟ لأن زوايا المضلع ليست متساوية لكي يكون مضلعا منتظما أيضا أحبائي الطلاب لاحظوا هذه العبارة قال باسم إذا تساوت أضوال أضلع المضلع الثلاثي فإنه يكون منتظما هل هذه العبارة صحيحة ولماذا؟ لكي نتأكد أحبائي الطلاب من هذه العبارة هل هي صحيحة أم لا دعونا نحضر مضلع ثلاثي بحيث تكون أطوال أضلاعه متساوية كما هو واضح أمامكم هنا تقول العبارة إذا تساوى أطوال أضلاع المضلع الثلاثي فإنه يكون منتظما ولكي يكون هذا الشكل أو المضلع الثلاثي منتظما يجب أن يتوفر لدينا شرطان هنا الشرط الأول أن تتساوى أطوال أضلاعه وهو واضح في هذا الشكل الشرط الثاني أحباهي أطلاب أن تتساوى قياسات الزواية دعونا نتحقق من ذلك نحضر المنقلة ونقوم بقياس كل زاوية في هذا المضلع الثلاثي لاحظوا أن قياس الزاوية هنا أحباهي أطلاب هي 60 درجة أيضا قياس الزاوية الثانية نقوم بإحضار المنقلة ونثبتها بهذا الشكل فنجد أن قياسها هنا أيضا 60 درجة الزاوية الأخيرة نقوم بإحضار المنقلة بهذه الصورة نثبتها ثم نقوم بقياس الزاوية تلاحظون أن قياسها هو 60 درجة إذن كما تلاحظون في هذا الشكل أطوال أضلاعه متساوية أيضا قياسات زوايا متساوية إذن هذا الشكل هو شكل ثلاثي أطوال أضلاعه متساوية وقياسات زوايا متساوية وبذلك تكون عبارة باسم صحيحة إذا تساوت أطوال أضلاع المضلع الثلاثي فإنه يكون منتظما لاحظوا أحبائي الطلاب أن هذه العبارة تنطبق على جميع المثلثات متساوية الأضلاع إذن والعبارة هنا صحيحة لماذا أحبائي الطلاب؟ لأن هذا الشكل أو المضلع الثلاثي أطوال أضلاعه متساوية وكذلك قياسات زوايا متساوية الآن مع هذا التمرين وأجمل الفراغ مضلع سباعي تساوت جميع أطوال أضلاعه وقياسات زوايا يسمى ماذا يسمى أحبائي الطلاب هذا المضلع؟ لاحظوا أنه تساوت جميع أطوال أضلاعه وكذلك قياسات زوايا هذا ينطبق أحبائي الطلاب على المضلع المتظم وهو سباعي إذن نسمي هذا المضلع أحبائي الطلاب مسبع أيضا أحبائي الطلاب المضلع المتظم هو مضلع تتساوى فيه أطوال جميع أضلاعه وتتساوى فيه قياسات كل الزوايا إذن مرة أخرى المضلع المتظم هو مضلع تتساوى فيه أطوال جميع الأضلاع وتتساوى فيه قياسات كل الزوايا وبذلك أحبائي الطلاب نكون قد تعلمنا في هذا الدرس مفهوم المضلع وكيفية تسمية المضلعات كذلك تعرفنا إلى كيفية التمييز بين المضلعات المنطظمة والمضلعات غير المنطظمة في الختام أتمنى لكم دوام التفوق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة